السلام لبنات وفي احسن الاحوال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فيديو اليوم مخصص لإجابة على التساؤلات قد هنا نأجل فيهم اليوم نكتب رب العالمين وقدرت ان نصل من ذلك الفيديو باش نجاوبوا على بعض التساؤلات شفو يا البنات شفو يدي كيف حالو شفو الفرق الخروج وكثرة يدية وكثرة يدية كارو يدية لبنات لديهم وصفات وواثقين منهم اعطيوها لي وخليوهني في كومنتر لا يوجد وقت لنحوص في اليوتيوب ونجرب لك يصل حلمها كان عندك حاجة واثقين منها خليوها لي في كومنتر قلت لكم القيت عندي فيديو يا البنات راهو يطلع في محرك البحث بزاف وعندي فيه لي لفو بزاف اللي هو كيفية الفصالة على القيس القيت بلي الفيديو هذا مهتمين بزاف به وبزاف يعني بنات عاجبهم ولقيت يعني بها فيه بزاف شكر وقيت تعاليق بهم لحاليه ونقول لكم يعني بزاف ونقدر نعود لكم راهو افصالي على القيس راني نعود لكم نفس الموديل اكثر شروحات لبنات انا مريف نطلب منكم الاشتراك لكن لازم نطلب اتفضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يجيكم كل ما هو جديد اللي يتفرشوا الفيديوهات انتاعي طبعا راهو من غير مشتركين اكثر من مشتركين راهو بلسكو 60 بالمية راهو غير مشتركين ما راكم خاصرين ويلو لما تشتركوا في القناة او كنت خير راكم تتعاونونا باش نزيدوا نمدوا اكثر منها ونزيدوا نمشيوا القدام كل قناة تطلع عنا هادية يعني تحفيز لنا لبنات نروحوا اجابة على اخت تقول هيا ها نبدأ بهدي هادي شوية قديمة را تستمحي لاختي يعني قد داونا نأجل في الاجابة تاحها تقول هي مطلقة وام لبنت وحيب تدخل تبدأ مشروع خياطة باش تعاون روحها بصحية ما قاتليش اشكرا هي مبتدئة ولا قديمة ولا مولفة تخيط ولا يعني وشو الوضعية تاحها انا نجاوبك على الوضعيتين اذا كنت مبتدئة وغير حيبة تدخلي خياطة يعني مع الول لديبيو تاعك لما ننصحك تروحي تدخلي حانوت اوتوماتيك ما لا انصح انك تروحي تدري واحد اتولي برا ولا تكريحانوت يعني تدخلي اونجو نو لكاركي مبتدئة من الاحسن تبدأ من منزل تبدأ من بيتك تبدأ بالحويجة بالزوج حتى تبدأ تشهري نفسك تبدأ نستعرفك يبدأوا يشوفوا الخياطة تاعك لكي كان خياطتك عشوية ناقصة حاولي تطوري من نفسك هاو كان اليوتيوب تفرجي يشوفي حاولي تهزيل تكنيك جدد لخير الفصالات الملاح الفصالات الجدد تطوري من نفسك هداوش نقصة تطوري من نفسك ولكن راكي يعني محترفة وتعرفي خياطة انا راني محترفة بسرح ما زلت نطور في نفسي ما زلت راني نتعلم حقيقة للدرك راني نتعلم في حويج ما كنت سعرى بالي فيهم يعني دي التكنيك شوية جدد ما في هاولو الإنسان الإنسان ما هوش عايب أنه يقعد دي ما يتعلم أختي والبنياتي تكلع لرب العالمين وقال لي بسم الله ما تخافيش دي الإرادة قوي إيمانك وتكلع لرب العالمين وحطي في بالك بللي أنك راح تنجحي لكن أنا قطلك يعني الإنسان يبدأ بدرجات ما رخوش أنه لنستبق الأحداث ماشي راكي في الدرجة الأولى وتطلع إلى الدرجة العاشرة لا أطلعي درجة درجة حتى توصلي لكن راكي مبتدي أو غير دخلتي في الخياطة أبدأ من البيت أبدأ تخذي إنشان بقول الله يعني مكان هكا مخصص للخياطة باش تكوني آلز تخدمي فيه بأرياحية وتتديلي فيها الماتريال تاكت كاملة الخياطة راني يعني حطيت فيديوات من قبل تعد دخول في المشاريع وعندي فيديو دركة مجولة في مالاتولية تاعي تقدري تدي نظرة وتشوفي موش اللي تحتاجي كامل في مالاتولية وكيفش تقدري تبدأ يعني باش تسيطي روحك باش تحطي نفسك في الميدان باش تشوفي روحك تبروجتي روحك في الميدان في الأفنير ولكن أكي خياطة وتعرفي تخيطي وكنت تخيطي وعندك لكليونتيل وعندك اسم وعندك شهرة وعندك رأس مال يعني مهم جدا لكن بلا رأس مال تقول يوح نحل الأتوليو مستحيل ولكن راح تسل في دراهم ما ننصحكش المشروع اللي يبدأ بالسلف راه هو فاشل من الأول فاشل من الأول من الأحسن للأحسن الإنسان يبدأ درجة بدرجة ويبشي بالعقل لكن لقيت لي عاونك من فاميلتك وقريب ليك معليش ما يقدر يصبر عليك يا بالليطانية تزير وحك تبدأ تسلك الدين تاعك ربما أما إذا حبيت يعني تعولي على مشروع تبديه من الصفر كغيما تبديه بالكريدي وبالدين أنا ما ننصحش نعرف بزاف اللي دخلوا في مشاريع عدة بيعوا ذهبهم احنا يعني يقولوا الحديد للشديد هنا ممكن تقدر مشروع راهو يحتاج يعني يحتاج سوثوة تقدر مشروع خياطة للبداية وللفائدة العامة مشروع خياطة راهو يسحق من ثلاثين خمسين مليون حسب الكرة تاع المنطقة يعني راني ديت لكم الطائحة أي ديت لكم الهابط طبعا لك المنطقة عمرانية وفي وسط البلد طبعا الكرة راهو اكتر بل كرة ربعية ثلاثين من خمسين مليون راهي كرة وحدها أنا أعطيتكم بلايس شوية نائية شوية بعيدة يعني على أساس اللي كانت على الحانوت ما يفوتش مليون مليون ونص المتسلكي العام هدك الباقي باش تامي ناجي الحانوت الداخل لازم لك سباغة الإضاءة لبخيز بعد حويج لي تحتاجه موميليزي تاجير لا فيتخين باش تعرضي البيسة تاعك للواجهة لا فيتخين الدخلينية لك رح تحطي فيها حويج لي باش تبيعي يعني كان حويج لي مانكا هدوك كي نحويج بزيف وهذا على أساس الماشين راهم عندك من قبل أما إذا راح تزيدك تشري دي ماشين سو كيفي الحسبة راه يتطلع عليك مخواتتي دخول في مشروع خياطة وتوحوا ديكتما تحلوا ما سهلاش إنسان لازم يدير قراءة جدوى وقراءة للمشروع وديروا له حساباته لكما تعرفي شو في ناس اللي تعرف دخل اليوتيوب ديروا يكتبي دخول في مشروع كيفاش يعني تبديا راهم يخرجوا لك تجارب الناس واحدة من كمائنا راني حطيت ديجا التجربة تاعي في المشاريع وحطيت لكم المشاريع قداما فيديو راح مكاينين وربما للغلطة أني درت لي فيديو تاعي ما حطيتش الأسماء ربما تشوفي الفيديو جس تلافظوا تاع المشينا بس احنا راني ما رانيش نخيط راني نهدر على موضوع على مشروع على تساؤلات أخوات يعني للبنات راجعوا الفيديو التاعي راح يبزت فيها نصائح أكثر من الخياطة أكثر من الفصالات وخياطة نقول لك اختي بالتوفيق رب يقدرك إن شاء الله تكليع رب العالمين وقوي إيمانك بإذن الله توصلي وين حايبة أخت تقول إنها خياطة محترفة تطلب النصيحة وشي الماركة المليحة تعستيرجي أنا جاء دائما دائما ننصح إنه لماشين أونجينيغا المليح هي سينجير طويوتا البرودير أنا هدون جربتهم اللي نعرف لهم يعني حاجة ما جربتها ما نقدرش ننصحك بها علىها كنت نقول جيمسي آي فيتي جيمسي الأقديمة اللي كنت خدمت بها أنا جيمسي يطوروهم وخرجوا دوتهم موديل وخرجوا جدد ونا نشوف في القلوبة الخياطة بززاف لهم يشكرون فيهم لماذا؟ جربتهم مع أن السوماتهم يعني معقولة مليحة واحدة دخلت في مشروع يعني وبادية هكا يعني جيمسي تاني أتفيدها كنت ضد جيمسي يعني ناظر على اللي كانت عندي لها كانت تبلوكي بزير أما لي هدو جدد وإنسان يمشي بالعقل البرك يعني متفرسيوش على ماشين تاعك ما خرموا بالعقل ما تبلوكيوها قتلك يا أختي لماشين تاع السيورجي راهم تاني بتعرفهم بالبريتاح هادي مش قاعدة لكن جينيغال مطلقة الحاجة المليحة سومتها هي الزايدة خيري حانوت يكون معروف مشهور يعني السومعته طيبة سقصي اللي بغت فيسبوك في الولاي اللي يراكي فيها ينصحوك وش من محل تقدير تقتني منه الماشينة تاعك وشوف الناس وش تنصحك يقول لك قيسق بالماتغيس يعني انتي سقصي وساعتروحي ونقول لك بالتوفيق إن شاء الله يا رب بو عن أخت تقول وش رايك حي بتدير إنشاء ورشة عن طريق لانجام أو الكناك شوفي كي قلت لانجام والكناك يعني أنا نفهم بلي أنك فوق 40 سنة شوفي كي قلت لانجام والكناك وربما فوق 40 سنة شوفوا يا أخواتي ويا بنياتي أنا لا أنصح لانجام والكناك واللانجام هدو ديز ارغانيزم والله تمسخير شوفوا تمسخير فيها المعرفة فيها بنعميس فيها الرشوة فيها المحسوبية فيها أمور أخرى فيها المحسوبية لا أحب أن نطرق لها الذي يقادر على حواجه هدو كل طبعاً يجعل مشروع لا أحب أن نغلط في الهدرة لا أحب أن نقعد دغوات لا أحب أن نذهب لها كلها لكي لا يرجعش عليها من الأحسن من الأحسن أن تحب تبدأ بالعقل تبدأ بالسفر القاتل يجعلها من أهل بيتها ويصبر عليها يكون أحسن عندها دهيبة يعني خبيتها تاحة تقدر تبيحها وتبدأ بها المشروع أما أنك تحي تجري في الوغانيزم هذا راه ينقصوا لك من عمرك شوفي هدو عامين ثلاثة يروحوا لك من عمرك كيوالو كيوالو يجري وكيجري لما كاش الناظر تاعو هذا لا حبي تتجري نورمالة لا حبي تتمشي ريقلو بما يرضي الله بشرف بأمانة بكواختك قانونيا راه يجري وك وممكن توصل لك ثلاثة سنة ربعة كيوالو هادي لك انطارت لك نرى ان نقل لك هادي لكن توجد في الدوصي وروحي جيبي وراها من حابسين وراها مبلوكي وراها مازلنا كل شي مبلوكي من الجي وروحي انت تروحي زيدي ترجع في ربعة خمسة شهر زيدي روحي عرجع في ستة شهر زيدي روحي حتى نهار وين يوصل الدوصي تاعك وتوصلي حتى لجنة لجنة اللي باش توافق آخر ما يوافقوش يقدروا يرقى لك مشكلة في كاشير في ورقة في معلومة يرقى لك المشكل انت تكونن ماذا ونضر الله من تكوننات الفلن وفلتان واتحقkas قطعنا ملحهم ولكن غريسي تهم فلات عنى بلادنا اللي تعرفوها وأهلهم مكة أدرة بشعابيها هذا مثل معروف بلادنا نعرفوها راهم يروحوا من حياتك تلت سنة ربعة وذلك نتارك لك أنا من الأحسن وزيد دخلوا فيها أمور كأن نسب نسبة مرابحة يعني نسب ريباوية كان يقول لك حلال ويقول لك حرام لا أدري كان يقولوا نحاوهم جن سيبا ما عنديش معلومة لكن نحاوهم واحدة مني أنا سأسأل عليها قدم رب العالمي أني نصحتك ما رحوا ديره لانساج والانجم والكناك أنا لا أنصح نجيكم مالأخر قاعدت في الكناك الكناك انتعلي عندهم شهادات الجامعية يعني اللي راهم جامعيين أما لانساج والانجم اللي هما لانجم اللي بلس دو كارنطان ولانساج اللي موان دو كارنطان يعني باش دات صحيحة أنو نسيت فقط واشو أقول لكم لبنائة الإنسان يتكرع لارب العالمين يروح بالعقل درجة درجة يحاول يعني باش يبني نفسه بنفسه أما هاد الجري أنا وقتنا هادي كذبة القرن هادي لانساج والانجم را هي كذبة القرن اللي داولانساج اللي في فياقة وقفازة اللي بريمان داوهان بسحانت وجوه هادو كم سكنوا لهم التما وانا تنصحوني قالوا لي سكني لهم التما تديها لا أنا ما نسكن لهم لاني حتى راح نسكن لهم أنا عندي داري وعندي أولادي وعندي خدمتي وعندي كرامتي فوق الجميع كرامتي هي اللولة اللي ما تسمحيش أني راح نسكن لهم في اللي بيغو اديت حاجة كأي مواطن بحقي قانونيا داكور أما هادو ك الجري ونسكن لهمان أغيان سيغ ونبدأ بلابلاغ ونبدأ في الأمورات أخرى أنا هادو خاطيني وبيئو لي هذا أنا ما اديت من حتى أورغانيزم بنيت نفسي بنفسي هذا يعني رأيي فليز أورغانيزم هادو وكل واحد حرفي رأيو كان أخت للتساؤل آخر نحاول يعني نكون فيه عجالة بيش منطورت في الفيديو هي أخت راهي طرح التساؤل يعني احنا كامل عنينا منه احنا كامل عنينا منه تقريبا كامل خياطات تعاني منه حتى ولو رب بيت حتى ولو خدامة بره والكترة اللي عندها ميت مليح في جدها ودخل منه مصروف ومعايشة روحها ومعايشة دارها وقليدها وشو نقوله تتهز في الفم هادو وش تقول السيدة انها حلت ورشة خياطة وشريت لي ماشين يعني شريت وقلت هو ماشين كل واحدة بزي وبدت رح تخدم قادتك تهزيت في الفم حكمتها قلقة عادت تعجز على الخياطة عادت ما تحبسوه تخدم يديها يتقالو درعيها تقالو حكا تقول درعيها تقالو عادت تتقلق بزيف لما تجي تفصل الحاجة تحت تقعد مفصلة نص وما تقدر شوفي يا أختي نوش نقوله العين وحق ما نهربوش منها العين وحق محسودين ومهزوزين في الفم على خدمة الدينة وانا واحدة من الناس تهزيت في الفم وتحسد وتمعين وتحطت فيها العيو باستبع المهم وهضروها يعني في وجهة وتوجبت لي الناس الهضرة وانا ما يهمني يعني بازا يجيبوا الناس الهضرة ويعني كنا لا يهموني أنا الحمد لله طلبت ربي ورب يرزقني الحمد لله ورب يرزق أجمع المؤمنين بنيت الدار لا أنكر وعاونت زوجي في تربية الأولاد ودرنا سيارة وبدرنا السيارة تقدرش من خطرة الحمد لله ودرت سياغة مخبيا البنتي ربي ينوب هلكم أجمعين يا رب العالمين لكن سلكتها بتعبي بتعبي وعرقج بيني وسلكتها من صحتي تزينة في الفهم من صح لكن الحمد لله ربنا ستار والشيفاء راهو في القرآن أنا كنت نداوي نفسي بنفسي أني نلقي قرعة على الماء بيدون على الماء نحطه في الماء نشربه منه بيت كاملة أهل بيتي كامل يشربوا منه من دائرة دائمة قرعة عزيت كل ما توجعني بلاسة ندهن بيها ساعة الكايبي ساعة كتافي ساعة كي يحكمني سترتع كتافي أو تقول رحا نموت ساعة هكا في الباطل ربي يحكمني واحد سترتع موت والله هكي ما تبدأ بنتي تديلي في هدك الزي التعرق الحمد لله نسوها راحة ما بعدها راحة الحمد لله لبنات ما تحتاجوا شيخ ما تحتاجوا راقي ما تحتاجوا فلان لفلتين يرقي كم ديروا طهارة وضوء أكبر بعد وضوء صغر ومع صالة الصبح من الأحسن من الأحسن اللي ما تنسل الصبح لا يسهل عليها ترقي في وقت آخر ترقي هذه القرعة تعلمة تقدر زيتكوبها على بيدون كبير نقول مثلا 13 لترات 5 لترات أن بيدون تعشرة نحطه فوق الطابلة ونوقف معه نيفو ونرقي كغيمون في البيضون تعشرة يكون أحسن أما إذا راح لجي الحال وما قعدت ونرقي في القرعة وهذه أضعف الإيمان كي نعود مقادش مقادش نرقي في الكاس نرقي في الكاس نرقي في الفاتحة سباح خطرت ونشربه أقسم بالله لتغير شيء بطريقة عجيبة أخواتي نعطيكم في تجربتي في الرقية أنا نرقي نفسي وأهل بيتي ونستعمل الملح الملح سيدة عائشة رضي الله عنها راه استعملت الملح لما جاتها واحدة استفسرت عندها في أمر ما الأمر هذا اللي هو متعلق يعني بالشرك ولا بالسحر ولا مش ما ندخلوش في متاها كبيرة بش ما يغلطني راه معروف الحادثة هذه والواقعة هذه سيدة عائشة طردتها من بيتها وطلبت من الخادي من تاحها أنها تجيب لها الملح وراه يرميته في المكان اللي ناضط منه هذه السيدة طبعا لأنها قتلة الخادمة اللي هدرتك قتلها هي ساحرة وحسب واش فهمتها أنها اللي كتنود لك ساحرة خلت شي في مكانها اللي بما يعرف في العلم الحديث الطاقات السلبية هذه هي يعني الملح راه وشيفاء من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ورجع له هنا الملح كيف نستعمله نحطه مع تأتي السياق نعم نستعمله في قرعة مع شوية خل ونرش به البيت كامل ونرجع نجفف يعني لنسياق نورمال ولا هكي كما راه يعني حب اللوح في الشوك في الشوك الملح لا يخطيني شي يمد لك طاقة إيجابية في البيت وتحسي بوحد الهدوء رائع رائع طبعا هذا الملح لا تخليه شي طوول بزيف أنا سبع يام ونبدأ نسيقه ولا نبدأ نسيقه ثلث يام سبع المهم حاجة خلاف لما تجي تدوشي هذا الملح راني نهضر على الملح نشلي نطيبه به تشري باكية تحطيها وحدها تستعمليها للغرض هذا لا تستعمليها لطيام تشري ها منفاصلة هذا الملح طبعا تهزيم منه شوية كي تدوشي أنا نحبك هذا الملح نحطه في يدي ونحبك بها الجسم كامل كما نستعمله القوماج نستعمل به وين يوصل يدي كامل نستعمل هذا الملح نحكم ليه في الحمي ومن بعد نتدوش ونشله وقسم بالله يعني تسوحي وحد الراحة تسوحي الشي هذا يخرج منك خلاص وحد الخفة وحد البرودة يعني ما شاء الله والحمد لله على كل حال أنه الإنسان وفقنا لهذا الشي وهذا العلم يعني القرآن شفائي يا لبنات خدوا شفائكم القرآن فقط وفقط لبنات الفيديو طال وباش ما نزيدوش كتر من هكو نقول وربي شفيكم وربي وفقكم ونقولكم يوم جميل يوم موفق ومع السلامة